تفريغ الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى بلدة سلوان من أهلها ما يسعى الاحتلال وجمعيته الاستطانية إلى الوصول إليها بتكثيف الحفرية الإسرائيلية في البلدة فمؤخرا يشتكي المواطنون من ارتفاع وطيرة الحفريات خاصة في ساعات الليلة في بلدة سلوان الأنفاق السرطانية وصلت إلى خمسة أنفاق رئيسية كبيرة جميعا تتجه باتجاهات البراق 11 وصلة أنفاق هي جميعا في معظمها وفي شارع وادة حلوة وهناك ثلاث بؤر حفرية يعني ثلاث أماكن تنطلق من الحفريات في هذه المنطقة جميعا مركزة جميعا هذه الأنفاق جميعا تخدم المشروع الاستطاني ما يعرف بمدينة دهود نحو 90 منزلا في حي وادة حلوة من سلوان تضرر وتصدع جراء الحفريات حتى أن بعض المواطنين اضطروا إلى إخلاء منازلهم لخطورتها خالد أزير أحد سكان سلوان يعيش الظروف ذاتها التي تؤثر على استقرار وأمان المواطنين نحن جدا جدا منزعجين من هذه الأصوات لأن الأطفال عمالهم بيخافوا بيخافوا من هذه الأصوات بفكروا البيت بدون ينهار عليهم ويسقط يعني بيشتغلوا عمالهم في المواكين في الآليات فهذا بسبب إزعاج لهذه الناس ومش بس إزعاج طبعا خطر وجودهم في هذه البيوت تحت هذه السقوف المتشققة والمتصدعة فإحنا يعني مش عارفين شو بدنا نسوي في هذه الحالة أينما أدرت وجهك في سلوان ترى آثارا للحفر وبعض المناطق كالقصور الأموية التي أجريت فيها عمليات حفر لسنوات عديدة أضحت مزارا للسياح والمستوطنين لأغراض تهويدية لا يتستر الاحتلال بعتمة الليل ليعيث في الأرض خرابا بحفرياته فالتهويد والاستيطان والإحلال يتم في وضحي النهار بهدف تغيير وجه المدينة المقدسة وإسقاط روايته المشبوهة عليها كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين العاصمة المحتفة